عاجل جداً النواب تكشف مصير قانون الإيجار القديم بعد نفي وزير العدل بقوانين جديدة أهلاً بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك التفاصيل يعتبر قانون الإيجار القديم هو محط اهتمام الكثير من المصريين وبالأخص بعد الكثير من المطالبات بتعديل القانون من قبل الملاك والمستأجرين لضمان حق كل منهما وينتظر الكثير أن تقوم الحكومة بتجهيز مشروع يتضمن تعديلات ترضي جميع الأطراف ولكن السيد وزير العدل المستشار عمر مروان أكد عدم وجود مشروع قانون لدى الوظارة بخصوص ذلك الأمر وبذلك انتشر الكثير من الجدل والتساؤلات بشأن مصير تعديلات الإيجار القديم فيما رد النائب أمين مسعود عدو لجنة الإسكان بمجلس النواب على تلك الأغبار قال بأن المجلس في انتظار مشروع قانون الحكومة وذلك من أجل البدء في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حيث أن المشروع سيتم مناقشته بشكل كامل تحت قبة البرلمان وإذا لم يتم أي تحرك من الحكومة فلن يتم مناقشة القانون وفي نفس السياق فقد صرح عدو لجنة الخطة والموذنة بمجلس النواب النائب إبراهيم نظير بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم أصبح أمرا مهم وضروري وذلك لأنه يوجد الكثير من الوحدات المغلقة لذلك سنعمل على فتح ملف الإيجارات القديمة وأكد إنه من الضروري أن يتم إجراء حوار مجتمعي مع جميع أطراف القضية من أجل الوصول إلى حل وسط يرضي الجميع لحل تلك الأزمة وتحدث نائب رئيس جمعية المضرين من قانون الإيجار القديم المهندس عمر حجازي حول ذلك القانون وقال بأن الملاك ينتظرون تقديم الحكومة بمشروع قانون يحل الأزمة ما بين المالك والمستاجر وكشف إنه يوجد العديد من الأصوات التي تطلب حل تلك الأزمة وإن الجمعية لا تستطيع أن تصرح بأن الحكومة لديها مشروع قانون أو من عدمه ولكننا ننتظر التحرك للوثول لحل جيد إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك وإن كان عندك أي سفسار اتفضل كلمنا على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرفق رابط الصفحة أسفل كل فيديو شكرا لك على المشاهدة